طلب الطالبات الصف السلس الاعدادي مدارس المنتزة خاصة معاكم مستر ويدواجدي ونهذا هنكمل عن بعض منج الجغرافيا وهناخد دولة نيجيريا. استقلت نيجيريا عن بريطانيا واصبحت دولة اتحادية بتضم اتناشر ولاية ودي مقاسمة تبعا للقبار بتعيش فيها. هنبدأ اول حاجة شباب الموقع الفلكي. تقع نيجيريا بين ندائة عرض اربعة شمالا الى اربعتاشر شمالا وبين خطية طول اتنين ونص شرقا لاربعتاشر ونص شرقا. تاني شباب الموقع الفلكي تقع نيجيريا بين ندائة عرض اربعة لاربعتاشر شمالا وبين خطية طول من اتنين ونص لاربعتاشر ونص. لو كمنا على موقع جغرافي تقع نيجيريا غرب القارة افريقيا. شمالا دولة النيجر غربا دولة بنين شرقا تشاد والكاميرون جنوبا المحيط الاطلانتي وهنقول كده بين قسين خليج غينيا تاني شباب شمالا النيجر غربا بنين شرقا تشاد والكاميرون جنوبا المحيط الاطلانتي بين قسين خليج غينيا لو ان المساحة تسعمية اربعة وعشرين الف كيلو متر مربعة المساحة شباب تسعمية اربعة وعشرين الف كيلو متر مربعة. ثانيا التضريس. هنقسم تضريسنا يا شباب الى تلات اقسام. الهضب. التلال السهول. هبدأ اولا بالهضب. هضب الجوز. يصير اتفاحة الف سبعمائة وتمانين متر. وتقع في وسط السهول الشمالية. تاني شباب. هضب الجوز. يصير اتفاحة الف سبعمائة وتمانين متر. وتقع وسط السهول الشمالية. ثانيا السهول. انا عندي سهول سحلية وسهول فايدية. هبدأ اولا بالسهول السحلية تقع على خليج غينية حيث يوجد دلتا نهر النيجر. اما السهول الفايدية وتوجد في الشمال حيث يجري نهر النيجر ويصب في خليج غينية. تاني شباب. عندي سهول السحلية تقع على خليج غينية حيث يوجد نهر دلتا نهر النيجر. وسهول الفايدية سهول شمالية حيث يجري نهر النيجر. سالسا التلال. هي اراضي متفعة توجد شمال السهل السحلي تزداد ارتفاعا كلما اتجانا نحو الشمال الغربي تاني شباب اتلال عبارة عن اراضي مرتفعة توجد شمال السهل السحلي تزداد ارتفاعا كلما اتجانا نحو الشمال الغربي المناخ والنبالي الطبيعي في ناجيريا معظم دولة ناجيريا يقع في منطاق مناخ المداري حار ممتصيف تاني شباب معظم ساحة دولة ناجيريا يقع في مناخ المداري وهو حار ممتصيفا أما جنوب نجاليا يقع في الانطاق المناخ الاستوائي حار ممطر طوال العام هنا شباب مناخ نجاليا معظم نجاليا يقع في مناخ المداري حار ممطر صيفا أما جنوب نجاليا يقع في مناخ الاستوائي حار ممطر طوال العام لو كلمنا عن نبات الطبيعي يوجد في نجاليا غابات استوائية ومدارية في جنوب نجاليا وحشائش السفنة في الشمال ثاني شباب يوجد في نيجيريا غيبات استوية ومدارية في جرب نيجيريا وحشاقش السفنة شمال نيجيريا سكان نيجيريا عدد سكان نيجيريا 178 مليون نسمة وهي أكبر دول أفريقيا سكانها ثاني شباب عدد سكان نيجيريا 178 مليون نسمة وهي أكبر دول أفريقيا سكانها ترتفع كسافة السكنية في نيجيريا في الغرب والسهول الشمالية وهذا بالجوز تاني ترتفع الكسافة السقينية في الغرب والسهول الشمالية وهذا بتجوز وده لوجود أراضي زراعية ومراعي ومواطق تعدين لو جاي في الحقق قال لي بما تفسر يقل السكان في ليلة نهي النيجر ليسه كان متقل في ليلة نهي النيجر في ليلة نهي السبب يا جماعة وجود غابات استوية كسيفة وظروف مناخية قاسية تاني بما تفسر قلة السكان في ليلة نهي النيجر لوجود غابات استوية كسيفة وظروف مناخية قاسية الموارد والأنشطة الاقتصادية في نيجيريا الاقتصاد الناجيري اقتصاد نامي يعتمد على الزراعة في المقام الأول تاني شباب الاقتصاد الناجيري اقتصاد نامي يعتمد على الزراعة في المقام الأول هنبدأ أولا بالزراعة نصف مساحة ناجيرة صالح للزراعة المستغل منه في الزراعة 15% فقط تاني شباب نصف مساحة ناجيرة صالح للزراعة والمستغل في الزراع 5% فقط أنا عندي الإقليم الغربي ده أهم ماضيك ناجرية في الانتاج الزراعي الإقليم الغربي أهم ماضيك ناجرية في الانتاج الزراع هنبدأ بالمحاصيل الزراعية عندي في الجنوب محصولين المطاط والرز المطاط ناجرية أولى أفريقيا انتاجها لمطاط المطاط ناجرية أولى أفريقيا انتاجها لمطاط أما الرز ناجرية احتل للمركز الثاني أفريقيا بعد مصر ويزرع في دلتا النيجر تاني شباب يبقى هي أولى أفرق ينتاج المطاط ثاني أفرق ينتاج الأرز بعد مصر أما في الشمال الوسط فبيزرع زور رفيعة وزورة شامية وكاكاو وفول سوداني ونخيل الزيت تاني شباب في زورة وسط والشمال زور رفيعة وزورة شامية كاكاو فول سوداني نخيل الزيت أما بالنسبة حلف القطر أشجار فتغطي الغابات طول تمساحة نيجيريا وهي مصدر للأخشب بالنسبة للرعي بما تفسر وجود سروة كبيرة من الأبقار والأغناء في نيجيريا بسبب وجود مرايح حشائش السفن نيجيريا تمتلك أعداد كبيرة من السروة الحوانية وكميات كبيرة من إنتاج اللحوم بسبب وجود مرايح حشائش السفن أما بالنسبة لإنتاج السمكي فنيجيريا تنتج كميات كبيرة من أسمك ويرجع لذلك لسبب طول سوحلة على الخليج الغنية ووجود أنهار وبحيرات بما تفسر تنتج نيجيريا كميات كبيرة من أسمك للطول سوحلة على الخليج الغنية والأنهار والبحيرات تمتلك نيجيريا صروة كبيرة من الإنتاج المعدني هبدأ بقول حاجة القصدير يستخرج من هضب الجوس عندي الفحمة يستخرج من المنطقة الشرقية والبترول يستخرج من الساحل الجنوبي الشرقي وتنتج نيجيريا 3% من إنتاج العالمي للبترول تاني شباب يبقى أنا عندي القصدير يستخرج من هضب الجوس الفحمة يستخرج من المنطقة الشرقية والبترول من الساحل الجنوبي الشرقي لو كنا عن نشاط الصناعة في ناجيريا فالصناعة ليست متطورة الصناعة في ناجيريا ليست متطورة رغم امتلاكها مواد خيام زراعية ومعدنية وبترول تاني شباب الصناعة في ناجيريا ليست متطورة رغم امتلاكها مواد خيام زراعية ومعدنية وبترول لو قلنا ايه هي اهم الصناعات في ناجيريا انا عندي الغزل والنسيج التكريب بترول الصناعات الكيموية صناعات غزائية تاني شباب اهم صناعات في ناجيريا الصناعة الغزل والنسيج تجريب بترول الصناعات الكيموية تجريب بترول الصناعات الكيموية سكانا وهي العاصمة الاقتصادية. ابيدان تأتي في المركز التاني في الحيث الاهمية بعد لاجوس وهي مركز للتجارة والتعليم والمواصلات. تاني شباب ابيدان تحتل المركز التاني من حيث الاهمية بعد لاجوس وهي مركز للتعليم والتجارة والمواصلات. طب لقونا شباب العلاقات بين مصر وناجرية. العلاقات التجارية. هتصدر مصر ا physiology. مصر اصدر للنجيريا. ازمادة معدات سقيلة اسلاك نحاسية اطارات محاولات كهربائية موسير الامانو. اتانى اشباب مصر اصدر لنجيريا اصمدا معدات سقيلة اسلاك نحاسية اطارات محاولات كهربائية موسير الامانو. تستورد مصر لنجيريا صلعة زروعية وكان من اهمها الحبوب الزيتية. ورجع السريع الشباب. لو تكفل اكتب ما تشير. على عاصمة الحالية وهي مدينة داخلية حديثة ابوجة. على عاصمة القديمة واكبر مدن سكانا. وهي العاصمة الاقتصادية لاجوس. اي بدان تأتي في المركز التاني من حيث الاهمية بعد لاجوس. وهي مركز التجارة والتعليم والمواصلات. ولو قلناك في نحن دلل تربط مصر الناجرية على قوات اقتصادية قوية. هقول له تصدر مصر الناجرية اسمدة معدات سقيلة اسلاك نحسية اطارات محاولات كهربائية مواسير الامونيون. تستورد مصر الناجرية سلعة زراعية مثل الحبوب الزيتية. اشوفكم على خير ان شاء الله. وما تنسوش تحلو الاختبار الالكتروني.